اشتركوا في القناة وصلت الفلا للمرحلة النهائية وبالنسبة للشقاق نفس الشيء بديت من الألف لليال اختلاف الألوان انا ما حصلت تحدي قوي ينافسني او يحسسني اني انا لازم احس اني انا ابدل جهد اكثر فانا اتمنى احصل هالتحدي اللي حافزني اكثر ويخليني اشجع اني انا اسوي شيء اجمل بعد لا ولازم طبيعة المكان يعني فيه اماكن ما تصلح لاثاث ثقيل لازم يعني مثلا الشقة اثاث هيكون اخف جدا عن الفلل وبعدين تحكمني المساحات اما الالوان لا انا اختارها على حسب المناخ عندنا اذا الجو حار اختار الالوان الدافية الهادية اللي ما تسحب لي حرارة بالعكس تعكس الحرارة اما بالنسبة للشتاء فانا احاول اخذ الاشياء الهومية اللي تعطيني دفة في المكان هدوء راحة بال عشان ما يأثر فيني الحر والاجواء الصعبة اللي احنا نواجهها في الخليج بشكل عام احتمامي الاولي للابعاد الارتفاعات ارتفاع التلفزيون الكبتات هالاشياء الاساسية اما الاشياء المتحركة فهاي عادي تتبدل حتى لو كل 6 شهر اقدر ابدلها وبعدين انا حطيت اثاث ثابت اللي هو الالوان الفاتح اللي هو البيتش واغير الكوشنز اذا مليت بعد فترة ما يكون تغيير جذري يخسرني يعني كشركة او كبيت او كساكن الحمد لله خدت لقب سفيرة الديكور في 2007 لما كنت مشرفة او منسقة في مسرح شعر المليون في بوظبي وخدت بعد مرة في 2017 في مؤتمر الاستثمارات عن طريج الشيخة فاطمة بن تنبارك الله يحفظها ويطول بعمرها في مصر خدت اللقب في جامعة الدول عن طريج مجلس سيدات اعمال الامارات وما زلت محاضرة على مستواي الحمد لله وساهمت في كذا مكان في الامارات وكذا منصة معروفة بدون ذكر اسماء وبعد الحمد لله الحمد لله في وزارات في الدولة انجزت لهم انجازات جدا جميلة وخدت شهاده بتقدير واجمل خطوة انا احس اني انا انجزتها في حياتي اني انا اعطي محاضرات تتقي فيه مجانا لكل مواطن في الدولة او وافد في الدولة يحضر المحاضرة عندي دولة الامارات ما قصرت معايا سهلت لي الرخاص العمالة تخفيضات سووا لي في الرسوم وفروا لنا اماكن نقدر نفتح فيها مصانع وفروا لنا امنوا امام في حال ان الحرمة موجودة بين العمال بهذه الطريقة يعني بالعكس دائما يمرون علينا يشوفون شو فينا يشوفون اذا فيه في يوم الايام مشاكل عمالية مثل ما انتم تسمعون عنها فالحمد الله يعني كفين الدورية تمر عند البيبان كل فترة وفترة اذا فيه شيء يردعهم الحمد الله